وصل صوتك نص من عندك انتي قمة الغرور مش قمة الغرور ولكن الوقت والخبرة يفرض عليك حاجة هاكي بعد معناتها أنا كي ما تعرف هذي الاقتراحات على الولمان شو ملي في نسمة وقتها يجيوني نصوص كذا ولكن أنا مسمحش الروحي بش نطلع بحاجة عادية منتعب روحي معاذب روحي ولقيت البشار اللي منتعب روحه زادة كيفية دي هو إناس منذ عامين بدنا نفكره كيفاش يكون وين منشو وما يكونش كلاسيك خدمت على برشة أعمال في مسرحية بعد نسمة بعد ما ظهرت في نسمة أكثر كانت أعمال جماعية خدمت الفوتفيل خدمت في برشة أعمال معناتها عشر سنين عرز وغيرها معناتها هذا العمل الأول مرة بيش تكون وحدك بيش تكون هزز الحمل كبير العسارة معناتها بعد لازل اجزرسيس هذوكم اللي هم تمرين كبيرة برشة في مسرحيات مع ناس مع فنين كبار تتعلم منهم أخر حاجة تعلمت منها هي مسرحية عشر سنين عرز تتعلم إلى أن جاء الوقت اللي تقول أي خطر أنا كنت نقول لا دهش ومندراك تمرين بالنسبة لي كنتي دهش ومندراك طوى بش نبدأ نتذوق ولا مشروع طوى بش نبدأ نذوق هو مشروع هو بداية صراحة ولكن بداية مطمئنة لا 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 مجيتش ماخر بالك هل اللي صار الكل في الأعمال الجماعية خطر فهم شوية مشاكل فهم شوية مشاكل إنتاجية مشاكل مع الناس اللي دايرين بي هل هو اللي حمسك بش تكون وحدك يا سيد ياهي خليني وحدي يزيني من لا لا ما هوش هذية بالكل معناتها الخطة قولنا اللي بش نكون فيها وحدي هي موجودة كي ما قلتك منذ منذ سنين كنت حطتها 2017 حطتها في مخي 40 وقفلت 40 سنين وصارت الحكاية والحمد لله الأعمال اللي قدمتها علش الكلها من 6 شهر 7 شهر وتموت عامي 6 شهر 7 شهر والله هي كي ما تعرف هذه معناتها قيمة العمل الوي أما زادها قيمة الانتاج سيوسيا بخطوهم معناتها توزيع ولا حاجة كانت ترخف شوية على برودوي سيئة يموت والناس فيسا تنسى فهمت رغم اللي زنقة تنسى معناها اللي يوم من هذا الناس تحكي بها كيف كيف مصرحية المراجل اللي زادت قاعدة تقريبا عام ومشيت عمل كبير أي قاعدة عامة ما متعرضتش برشة بنسق سريع لذلك أنا نقول 6 شهر 7 شهر معناتها أي تعرض عام ونص تسميها أنت عام ونص لكي بشتلقاهم في الأخر شوية عروض معناتها صحيح صحيح ما ماخذتش حظها ماخذتش حظها التنجم تكون ماخذتش حظها ولكن تكنيك ما وارتيستيك ما عمل كبير برشة معناتها هذوكم بالحق تمرين ودروس زادة دروس في الحياة بشواحد وقت اللي يزدم على حاجة تكون فاها الكريتيري كل متع النجاح دهش ماندراك ما فيها اسمك أنت معناتها سيرة ذاتية فاها سيرة ذاتية فاها سيرة ذاتية إن بارتي فاها سيرة ذاتية وإن بارتي فاها نقد لاذع للرجال ولنسازة كيف كيف دهش اسمك أنت حطيته في العنوان وإلا صفة الشخص البطل اللي تحكي ليه هو دهش صفة الشخص هو صفة الشخص دهش ماهيش أد دهش أنا لقب بأد دهش ولكن هو دهش دهش في الدنيا دهش في اليسويبي معناتها الحاجات اللي تفرضهم عليهم الحياة ومن دراك على خاطر كل مرة يخرج منها بأعجوبة ويتريتها من أنجل آخر هي تقاها حاجة معناتها يخرج منها الصفة تخرج منها الوضعية تخرج منها ولا هو خاطره يفيق هو يتاكت كلها آخر لحظة يفيق ويزيد كان لزم ساعات يفيق مش يطلع يزيد يهبط اللوتة يسوي به كل شي أما المهم يخرج منها شنية الخرافة الخرافة اللي يحكي فيها رجل عمره 40 سنة يحكي على كيفاش من اللي يدخل عنده شوية تقلقات من ساي يفرشهم المان ومبعاد عنده الخنقة متاع أمه عنده عيشته الكوتيديين أمه تدخل في حياته كيما أي أم بمحبة وبنية وكبدتها كيما يقولوا ولكن الأمهات في عمر معين لازمها تخلي ولادها تبني شخصيتها وحدها دونك هو في نقاش حاد مع أمه أمه الحبيبة أمه الحنون ولكن في الأثناء يحكي حكاية أخرى متاع برشا خنقة هرب من أمه باش يتعرف على البنية على خاطر شرط لو حيط أمه هو مشي عرس باش يتعرف دونك لقاه حاجات أخي برشا من اللي كان ينتظر فيه ومبعد يعرس ومبعد يجيب صغير وولده زاده كيف كيف إياه بتعليم بالنسبة لي الزغار متعتوا الكل هم بسيكوبات ويعملوا فيه حكاية متاع كبار ياسر دونك يتفاجأ بولده ومبعد حسينه اللي انتكبر الحكاية وتبكي وتكبر الهابلة برشا ضحكا الكل هزوحك هذي دوزاكس برنسيبو هما ساعة للكذب الكذب الحاجات اللي إنسان ما يتجرأش بشيقولهم في يوم فرحة نس كل فرحة نتلو وهو من داخل يحكي أخر عكس اللي قاعد يتشف اللي مع الخريطة متاع الأعمال اللي من النهدي رجع يعرض لفعد اللي يعرض كريم الغربي يعرض نجم تلقى بلاصة في وسط هذو الكل مع القاعات اللي هما شوية مع الزحمة مع ونس كل من مي بدت تخدم كانوا مي يرجع الروح للفنانين الربيع الربيع اللي عمره ما يكلمك عم كامل يكلمك في مي في مي وي بتبعى خدت الحركة وتبدأ تحذير للمهرجانات أنا راني مانيش منافس حتى حد منافس الروحي أول حاجة لغة خشبية هذي لا 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 منافس لأي ويحد يقدم تجاريا تجاريا ولكن نحكي تجاريا تجاريا ماتيار ما تشبه لحتى ماتيار اخر بطبيع يخشد ورقة وصيلوا تكتب شنو هيعمل لطفي ولا شنو ما فعل ما للي تكنيك احنا حاولنا بالحق باش نبدلوا بش نبدلوا برشا حاجات وفما دي ممو متاع تياتر مسرح في الوين ما نشوفه فما مسرح ذي الحاجة اللي ما نلقوهاش برشة معناتها في معنا هذي الخاصية اللي عنا وكي ما قطلك معنا تلوين الاطباق للناس كل صحيح يضحكوا لطفي ومبعد يضحكوا لمينادي ومبعد يضحكوا ديش ومبعد يضحكوا كريم مش مشكل معنا ماذا بينا الناس تتفرش في كل شي ومش بيحتر وجعفر صدا من نساوه جعفر تبارك الله معناه مش مش ايه ما هيش يدهل لي ما هيش مشكلة لا معناتها تحس انو كي يبدأ عمل جديد يلقى صعوبة بالول بش يتلنسة معناتها وقتش تعرف تهزي ديك وتقول الحمدولة تبارك الله كي عملك العامين ويتجاوزهم وقلوا سيئ معناتها واحد بيش تهبت حتى حتى انتجيا تيه معناتها يقولك طويب اشتهبت مع الناس هذو من الكل معناتها ومزالت العمل تعرض مزالت تجيب جمهور معناتها تاخو ريسك وتاخو الثيقة وتهبت بشوي بشوي دي الوقت اللي هو بدنا فيه فن عفريل تقريبا سيفوليو كي ما قلت وطاو جاي المهرجانات ولكن الانتلاقة الكبيرة هي سيزون جاي اول سيزون جاي بشكون الانتلاقة الكبيرة اليوم عنا ان شاء الله مشاركات في برشا مهرجانات وطاو الجمهور يشوفوا يحكم ويشيخ بعد سوسة بعد الزفيرة راكيد انو عندك المهرجانات الصيفية بالنسبة الرمضان نلقاوك في عمل درامية ولا ليه؟ ليه درامية ليه ليه؟ مايراوش فيك مايراوش فيك مايراوش فيك مايراوش فيك ممثل انتي بهش؟ في بالي هكا والله قاعد نحاول بش ما نعرشش والله يسئلة ماذا بك تجيبوني علي انت هذي؟ والله ما نعرف اللي حكيات المسلسلات ما نعرش صراحة بش نكون معك صريح انتي ممثل ولا ليه؟ والله اي ما نعرف ما نعرفش ما نعرشش اي قالوا لي انتي مضحك اي موريست ما تنجمش تجي هذي طلبت وقت اخر مرة اول مرة اول مرة نطلب كاستينك اول مرة واخر مرة انتي موريست ما تنجمش تجي في فيلم تينا سمعتها بوذنية وصدقتها عمري مشيت لكاستينك على الخطر بصراحة هذي منذ طوام قولو ثمانية سنين يعرفوني الناس فهمت؟ اسيستان سينما ولا اسيستان في مسلسل يعرفني اللي حاجته بالبروفيل اللي متاعك يعرف انا نقول هاك البروفيل هو اللي يجبت مجيش بروفيل اللي هان يقع دونك في رمضان القوكش في دي سيد كوم على اقل يضحكه اي 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 فهم ان شاء الله فهم مشاركة ان شاء الله في دنيا اخرى وفهم مشاركات انا لحقيقة تلهيط المدة هذي معناتها بالحق تلهيط بالبروجيه هذي اللي هو مهم برشة بالنسبة لينا الظهور التلفزي عام كامل مددوجي في التلفزة معناتها دجا في سون فاسون الحمدول الله يا ربي نجاح كبير برشة مش نشكر اما برنامج بالحق وصل للناس هو بسيط وفي حاجات بسيطة ولكن وصل لقلوب الناس اذا حكي فرهد حاجة خفيفة خفيفة شي حب الشعب اذا كهو والله يحبوا برشة خدمت برشة حاجات والله بالحق اما المفاجأة صار بالحق سون فاسون اللي رجعتني رجعتني بالجداء بالجداء في على مستوى معناه الناس تعرفني وتحبني والصغيرات زادة صورتو حاجة اللي سناب فرهدتني بالجداء بالجداء فما عمل كنت اتمنى تشوف فيه روحك معناتها تقول معناتها حبيت نكون فيه هنعتي فيه اضافة كبيرة من الاعمال الرمضانية اللي قاعدت والله قلبي ماتي هادي كنت عميل تالي كنت اذي بلاست اذي بلاسته ومعادش ما عادش نتبع ما زلت صغير على قلبي مات قلبي مات هاني سينيما اخوي نفريكانتي في سينيما الحمدولله يا ربي سني زوزة فليم خرجوا هادي تعرف دومان ديلوب وتالا منامور ونجحوا الزوز والحمدولله فيه ادوار درامية وتفرجت الناس واللي يجيه مرحبا واضح دونك دهش ماندراك تلقاوه موجود في القاعات وان منشو المحمد دهش شكرا لك محمد بالنجح وتوفيق